للاشتراك في قناتكم قناة المستفدون الضغط على زر اشتراك أسفل الفيديو باللون الأحمر ولا تنسوا الضغط على الجرس كي يصلكم الفيديوهات الجديدة والإشعارات وأيضا لمشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء شير بهذه الأدوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزاتي وأعزائي جميعا أرحب بكم في قناتكم المتواضعة قناة المستفدون حبيت إن شاء الله أحكي لكم اليوم في موضوع مهم جدا ورائع للجميع وأنا شخصيا أقوم باستعماله لكوني ضعيف الوزن طبعا هذه المكونات أنا كنت قد نشرت لكم طريقة للتنحيف وطريقة الرجيم وخصوصا للأخوات التي رغبنا بذلك اليوم إن شاء الله أقدم لكم العكس زيادة الوزن بطريقة رائعة جدا وسهلة الاستعمال ومتفرة في كل بيت كما عودتكم في الوصفات السابقة باختصار المكونات نحتاج إلى سبع طمرات ونحتاج إلى ملعقتين من الحلبة وطبعا كاس يحتوي على ماء دافئ لماذا اخترنا الحلبة؟ لماذا اخترنا الحلبة؟ الحلبة اخترناها يا جماعة لأنها تحتوي على فوائد رائعة ورهيبة جدا جدا في عملية زيادة الوزن لكونها تحتوي على المواد المعادن والفيتامينات التي تفتح الشهية وتساعد في زيادة الوزن وأيضا مبدأ العمل تاحها بشكل أساسي هي تنشيط الجهاز الهضمي وزيادة انتصاص المواد من الأكل في هذه خاصية نتميز فيها أن نستغل هذه الحلبة وأيضا تساعد على تنشيط الدورة الدموية نعم الدورة الدموية تساعد على تنشيطها وبتنظم نبضة القلب وضخ الدم إلى أجزاء الجسم وأيضا من ضمن فوائدها الأساسية وهي تنظيف الرحم من الدم الفاسد وما إلى خيرها طبعا هذا بما يخص الأخوات التي يعانينا من مشاكل في الدورة الشهرية هذه الحلبة ممتازة جدا لتنظيم الدورة الشهرية لمن يعانينا في الإضطراب وأيضا تنظيف الرحم لذلك إحنا الأخوات اللي عندهم مشكلة في الحمل وبيحملوا ممنوع يستعملوا الحلبة لأنه ممكن يصير عندهم حالات إجهاض وكمان هو مفيد أيضا للبشرة فهو يساعد على تفتيح البشرة من خلال الدوام على شرب هذه المكونات طبعا أنا بالنسبة لزيادة الوزن بعض الأخوات تسأل هو يعمل على زيادة الخدود وزن يعني يزيد الخدود أم الوزن فأنا أجيب لكم هذه طبعا بما ينقص الجسم سيعمل على زيادة هذا بالفعل يعني إذا الأخوات كانوا عندهم الخدود مثلا أقل فهو سيساعدوا على نفخ الخدود وزيادة الوزن الآن نتطرق إلى فوائد الحلبة كما تشاهدون أنا كنت أعددت هذه النقطة لكم فوائد الحلبة ذكرتها لكم الآن بس لمن يحتاج زيادة الوزن يعني هل هو أي شخص ممكن أن نقول عن نفسه ضعيف أم لا يوجد عندنا في الطب شيء يسمى ما بعرف إذا أنتم شايفينه في الكاميرا بودي ماس انديكس هذا قياس مؤشر كتلة الوزن هذا موجود عندنا في الطب ولمن يعرف في هذا المجال هذا طبعا مؤشر من خلاله من قيس كتلة الوزن على الجسم نقول إنه مثلا هذا وزن طبيعي ومثالي أم لا طريقة سهلة جدا بتحسبوها بطريقتكم يعني مثلا نقوم بقسمة الوزن على الطول يعني أنا مثلا شخصيا وزني خمسة وخمسين طولي متر واحد وسبعين متر اثنين وسبعين نحط الوزن على الطول بطلع لنا الرقم الرقم إذا كان سجله هذا عندكم الرقم طمنطعش ونص إلى خمسة وعشرين هذا الرينج الطبيعي يعني إذا أنت يا أختي أو الأخ الكريم إذا طلع الرقم عندك من طمنطعش ونص إلى خمسة وعشرين هذولا بيبقى أنت في الطبيعي يعني لا تحتاج إلى لا لورجيم ولا أيضا تحتاج إلى مكونات زيادة الوزن طيب الأخوات لو طلع عندهم أقل من ذلك يعني طلع مثلا سبع طعش الرقم أو ستطعش فتحتاج إلى هذه الوصفة لزيادة الوزن أو مثلا طلع ما بعد الخمسة وعشرين سبع وعشرين لا تحتاج إلى أختي إلى رجيم لينقص الوزن طبعا هذه هي المعيار اللي إحنا في الطب بنعمل على قياسه لحتى بس تعرفوا كيف إنه إحنا منقارن الوزن بطبعا الطول وكيف من نقول إنه والله أنت تحتاج أنت ضعيف تحتاج إلى خلطات زيادة الوزن أو أنت لا تحتاج إلى رجيم هذا هو القانون الذي نعمل عليه ونشتغل عليه طبعا نبدأ إن شاء الله على بركة الله طريقة التحضير طريقة التحضير إخوتي وأخواتي سنلخصها في ثلاثة طرق في ثلاثة أشياء أولا سنقوم قص هذه الثمارات السبع سبع ثمارات ووضعها في قوب ماء وطبعا مستخلص النواة بدون عجم ووضعها في ماء دافئ وكما تشاهدون في الكاميرا ووضع غطاء إلها لمدة يوم كامل لكي تندمج هذه المكونات ومكونات الثمر الرائعة في الماء ولكي نستفيد منها بشكل رائع جدا هذه أول نقطة النقطة الثانية التي سنتكلم فيها إخوتي بعد أن قمنا بترك هذه الكاسة اليوم واحد سنقوم بوضعها في هذا الوعاء كما تشاهدون أنا أقوم بوضع كاستين من الماء لأنني سأستعملها يوم صباحا ويوم مساء كما تشاهدون سأقوم أيضا بوضع ملعقة كبيرة من الحلبة كما تشاهدون في الصورة أخوتي سأقوم بطبخ هذا المكون على الغاز لمدة 5 إلى 10 دقائق وأعود إليكم كما تشاهدون حصلنا على هذا المزيج سنقوم بوضعها في الخلاط ولكن بعد أن يبرد لكي نحصل على المشروب الخالص إخوتي بعد أن حصلنا على هذا المشروب بعد أن قمنا بغليه وتصفيته حصلنا على هذه الكاسة كما تشاهدون طبعا للأخوات التي لا تستطيع شرب هذه الكاسة بهذا الطعم يمكنها استعمال العسل معلقة واحدة تكفي من العسل طبعا طريقة استعمال هذه الوصفة وهذا المشروب لزيادة الوزن نستعملها يوميا صباحا ومساءا صباحا بعد الاستيقاظ من النوم ونشرب هذه الكاسة وبعدها بنصف ساعة نفطر عادي وأيضا في المساء قبل النوم نقوم بشرب كاسة واحدة هي مفيدة جدا ورائعة وستنال إعجابكم أتمنى في نهاية هذه الحلقة أن تكون قد نالت إعجابكم واستفدتم من هذا الموضوع ولا تنسوا بدعمنا بالضغط أسفل الفيديو على زر لايك وأيضا سبسكرايب أي اشتراك وشير لجميع الأصدقاء وانتظروني إن شاء الله في حلقات قادمة من وصفات السلام عليكم اشتركوا في القناة